السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة بل هي أكثر من رائعة وصفة هي لعلاج النحافة ولزيادة الوزن والتسمين بسرعة هائلة فالكثير من الفتيات جربنا العديد من الأدوية من الصيدليات والعديد من الوصفات ولم تجدي نفعا معهم ولكن هذه الوصفة هي رائعة جدا فما عليكم فقط إلا المداومة عليها بالمقدار الذي سوف أريكم إياه والمداومة كما قلت بالطبع هنا قبل ما نمر للوصفة أتمنى منكم أحباء لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس أيضا أتمنى من الزوار الجدد الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس لكي تصلكم جميع وصفات المجربة والمضمونة وسأحاول إن شاء الله دائما إفادتكم بأنجح الوصفات أنتظروا أراءكم وتعليقاتكم الجميلة دائما كما أنتظروا أسئلتكم فيما يخص أي وصفة هنا على بركة الله سوف نحتاج في تحضير هذه الوصفة إلى مكون رائع جدا والكثير مننا لا يعرف فوائده هو مكون متواجد في كل مطبخ سهل وبسيط هذا المكون هو السمسم فهو فعال جدا في الزيادة في الوزن لأنه من المواد الغدائية التي تزيد في الوزن بسرعة هائلة أولا لأنه فاتح للشهية وغني جدا بالسعرات الحرارية العالية والكربوهيدرات كذلك البروتينات التي تحتاجها العضلات في الزيادة في حجمها فالسمسم أيضا يعيد بناء خلايا العظام ويحسن مظهر الجلد الخارجي فهو من المسمينات الجيدة في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة لأنه يحتوي على دهون صحية مفيدة كذلك للبشرة والشعر وكذلك يقلل من الانتهابات ويقيم مرض السرطان كل هذه الخصائص والقيم الغدائية يتمتع بها هذا المكون أما المكون الآخر الذي سوف نحتاجه هو الزبادي فهو أيضا يزيد في الوزن كذلك يعتبر من الأطعم التي تزيد في عضلات الجسم فهو أيضا مصدر مهم للكالشيوم والفيتامينات والمعادل الأخرى لذلك ينصح دائما بأخذ كوب واحد من الزبادي كل يوم أما طريقة تحضير هذه الوصفة هنا لدينا نأخذ السمسم بعد أن قمنا بتنظيفه جيدا نقوم بتحميصه ثم نقوم بتطحنه في مطحنة كهربائية للحصول على مطحون رطب وناعم بهذا الشكل طريقة تحضير هذه الوصفة سهلة جدا وبسيطة نأخذ هنا لدينا مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون السمسم المحمص سوف نضيف إليها كوب من الزبادي المحلة ثم نقوم بمزج هذه المكونات فهي وصفة سهلة جدا فعالة وأنا هنا دائما لا أنصح طبعا بالأدوية التي تشترى في الصيدريات للزيادة في الوزن لأنها ترجع بأضرار على الجسم أنصح دائما بما هو طبيعي ومن الطبيعة هنا يمكنكم إضافة بعض العسل إذا أردتم ولكن أيضا بهذا الشكل هي أيضا وصفة لديدة سوف تعجبكم أما طريقة تناول هذه الوصفة يجب تناول هذا المقدار كل يوم يعني هذا المقدار الذي حضرنا ملعقتين من مطحون سمسم وكوب من الزبادي مرة كل يوم ولكن يجب أن تتناولوا هذه الوصفة بعد الأكل تداومون على هذه الوصفة كل يوم وسوف تلاحظون منذ الأسبوع الأول زيادة في الوزن زيادة رائعة فهي وصفة تزيد في الوزن بسرعة فائقة وفعالة جدا أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة أنتظروا أراءكم وتعليقاتكم أيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحباي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته